السلام عليكم إخوتي وأحباي معكم أحمد خطيب من قناة تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب مع خطبة الجمعة التي تخطب في المنابر التركية لهذه الجمعة الخطبة رح تكون اليوم عن الميراث وهي موضوع مهم جدا هذا الموضوع موضوع مهم جدا طبعا ينبغي أن يخطب دائما ويذكر الناس به نبدأ مع قول الله تعالى مع قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته عنوان الخطبة ميراث هر حق صاحبنا هقن ذير مك يعني الميراث هو إعطاءه يبدأ هنا من هنا أترجم الميراث ميراث نفسها في اللغة العربية في اللغة التركية موجودة ذير مك ذير مك إعطاء إعطاءه كل صاحب حق حقه هر حق صاحبنا إلى كل صاحب الحق هنا كل هر حق صاحبنا إلى كل صاحب الحق حقه 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 ترجمت ال آية محترم المسلمين أكدوم أنت ربنا حبيبنا يوكي ربي جيزا بيريد أكذا يتفضلوا ربنا في الآية الكرمي أكذا ببانا وصف الأخير وصف وصف برق وصف الريقال منه للرغال وصف من المي ترك برق 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 بمعنى لر هذه الحقه الـ هنا للذي تركه. مما تركه. هنا الـ مِنَ ٣َّرَكَهُ ميراثًا مِرَاثًا مِرَاس أُولَرَكَ الوالدان والأقربون هنا يفسر ميراث أُولَرَكَ كَوْنَهُ مِرَاثًا مِمَّا ترَكَهُ الوالدان الـ نيبابة ومَن هنا يضيف لأن متروك يضاف إلى الـ أب والأم وَاَيْضًا هُنَا يَقْنْلَرِنْ مِمَّا تَرَكَهُ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ يَقْنْ قَرِيب يَقْنْلَرْ أَقْرِبَ فَيَقُولُ هُنَا اَرْكَكْلَرَا إِلَا رِجَال PAY VARDIR يعني يُجَدْ نَصِيب او حق او قِسْم فَهُنَا PAY بِمَعنَا النَّصِيب لِلْرِجَالِ نَصِيبُونَ اَرْكَكْلَرَا إِرْكَكْ رَجُل اَرْكَكْلَرْ رِجَال اَرْكَكْلَرَا PAY VARDIR يُجَدْ نَصِيب لِلْرِجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ يَنَا اَيضًا او مَرَّا أُخْرَا اَو اَيضًا اَنِّ بَبَانَنْ وَاَقْرَبَانَنْ نفس المعنى تَقْرِبًا اَيضًا مِمَّا تَرَكَ اَيضًا مِرَاسَ أُولَرَا كَوْنَهُ مِرَاسَ برَكْتِكْلَرَنْ دا نفس المعنى مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ لِمَنْ هُنَا هناك كَضِنْ لَرَا إلى النساء للنساء ايضًا للنساء نصيب كَضِنْ امرأة كَضِنْ لَرَا نساء كَضِنْ لَرَا وَأَزْنًا مِنْ الْقَلِيلِ مِنْهُ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ تَوْنًا مِنَ الْكَثِيرِ مِنْهُ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ بَلِّي بَاَي نصيبا مفروضا معينا بَلِّي بمعنى واضح معين كلمات مستخدمة كلمة بَلِّي بمعنى واضح بَيِّن مستخدمة في اللغة التركية okuduğum hadisi şerifte في الحديث-i şerif ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rasuluna sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır هَكَذَا يَتَفَضَّل هَرْكِمْ أَوْدُّكْتَنْ صَنْرَ هَرْكِمْ أَوْدُّكْتَنْ صَنْرَ بِمعنى مَنْ يَمُوتُوا وَبَعْدَ مَوْتِهِ گَرِدَ مَال بِرَاكَرْسَ يَمَنْ يَمُوت مَال من ترى كمالا جَرِدَ جَرِي بمعنى خلفه جَرِدَ في الخلف صنْرَ بعده يعني بعد موته هَرْكِمْ أَوْدُكْتَنْ صَنْرَ صيغة دِكْتَنْ صَنْرَ يعني كلمة صنْرَ عندما تأتي مع الفعل بعد فعل ما يكون الفعل بصيغة دِكْتَنْ يعني نأتي بعد جذر الفعل من درس قواعد اللغة التركية في المستوى الأول في الوحدة الخامسة موجود قاعدة دِكْتَنْ صَنْرَ بمعنى هنا ديروباعي وكي وتثنائنة دِكْتَنْ صَنْرَ هنا عندنا أل لذلك كانت أل دكْتَن أل دكْتَنْ صَنْرَ بعد الموت هنا بعد الموت فعل ويأتي لحق الدكْتَنْ وتأتي كلمة صنْرَ بعد الموت من يموت ويترك وراءه ورثة أُوْمَال ذلك المال مِرَاس تِلَرِنَنْدِر وهنا هذا بمعنى للورثة مِرَاس تِلَرِنَنْدِر بمعنى للورثة الذين يرثون هذا الرجل أو هذا الميت أزيز مؤمنين إسلام تتزلِك لَ هنا عندنا تتزلِك لَ بمعنى بدقة تتزلِك بمعنى الدقة وهنا بدقة أو مع دقة إسلامın üzerinde دردو حقلardan بردة مِرَاس تر بمعنى أن الإسلام من الحقوق هنا نبدأ حقلardan من الحقوق التي وقف عليها التي وقف عليها من عندنا دردو هاكلardan بر volleyball واحد من الحقوق التي وقف عليها بدقة واعتนاء ما هو بردة أيضا منها ما هو المِرَاس مِرَاس تِر المِرَاس هو أحد المِرَاس هو أحد الحقوق التي وقف عليها الإسلام بدقة دين ميس ديننا دين ميس في كل مجالات الحياة مجال أو ناحية أو ساحة فهنا في كل مجالات الحياة في كل ساحات الحياة كما هو ديننا في كل ساحات الحياة أيضا ميراث بمعنى في تقاسم بمعنى شارك أيضا تأتي معنى المشاركة على فيسبوك اسمها بايلاش طبعا لا تنسوا أن تشاركوا هذه الخطبة بايلاش بايلاش هكذا بايلاشن يعني شاركوا بايلاشن من دا في مشاركة الميراث في تشارك الميراث وتقاسم الميراث أيضا دا أيضا عضالة العدالة يعني يراها في المقدمة يعني يقدم العدالة في المقدمة معنى أمام يعني معنى يراها في المقدمة يقدم العدالة في الميراث كلمة مهمة جدا بمعنى بشكل مفصل بشكل مفصل ايرنت تفصيل هكذا ايرنت تفصيل ايرنت بشكل مفصل هكوم لار جاتير مشتر جاتير بمعنى احضر فعلمهم جدا في الواق التركية مش الماضي احضره يعني انا ديننا هنا احضر ماذا احضر احضر احكام مفصلة مفصلة ماذا اه تقدم هذه الاحكام تقدم العدالة في تقاسم الميراث dinimiz hayatın her alanında olduğu gibi كما هو الامر في كل جوانب الحيات dinimiz hayatın her alanında olduğu gibi miras paylaşımında da adaleti öngören ayrıntılı hükümler getirmiştir. بومن المؤمن ahiret yolculuğuna المؤمن هنا الى طريق الاخرة هنا الى طريق الاخرة الى سفر الاخرة يولجلك اصلها k يولجلك وهنا الى اضافة اهيرة يولجلوه ون حماية الى الى سفر الاخرة اولان الكان عندنا هنا الفعل اورلا بمعنى ودع اولا وهنا عندنا نال لصيغة المبني للمجهول اي يودع عندما يودع وهنا عندنا رباع ري لجنيش زمان عندما يودع هنا عندما اتت من كان عندما وصيغة جنيش زمان نال لصيغة المبني للمجهول اي ان الفعل غير معروف هنا الابناء ابناء كل رجل يودعونه فكل شخص له ابنائه له اه حاشيته فاورلا نركان فهنا اورلا نركان عندما يودع جاردة في في الخلف او ما تركه جاردة يعني ما تركه تأتيب معنى في الخلف وتأتيب معنى ما تركه ما تركه في الخلف وراءه مالا من المال انجة اول شيء ماذا يفعل جنازة جنازة نفسها في اللغة العربية في اللغة التركية جنازة مصرف لر اول شيء مصاريف الجنازة تصرف على جنازته من ماله الخاص الذي تركه كارشلانر كارشلانر بمعنى هنا يصرف كارشلانر بمعنى يصرف او يقابل فتقابل جنازته تقابل بهذا المال يصرف على جنازته تقابل مصاريف الجنازة من ماله اول شيء اول شيء كارشلانر كارشل مقابل كارشل قابل كارشلانر تقابل هنا نيء لمبني للمجهول وأيضا هنا لجنة الضمان كما هو في الفعل السابق ثم بعد ذلك إير وارسة لو موجود إير بمعنى إذا ويأتي مع هذه إذا يأتي صيغة سا سي بمعنى إذا وار موجود إير وارسة لو موجود بورتش لر لو عليه ديون بورتش دين بورتش لر ديون بورتش لر أدينير طبعا هنا كلمات مهمة جدا وكلمة بورتش دين إير وارسة لو موجود يعني أنت تريد أن تشتري شيئا تقول لألباء إير وارسة إير وارسة لو موجود عندك هذا الشيء وهنا فعل أدى فأدى بمعنى فعل إدفع أيضا من الأفعال المستخدمة كثيرا في أشارية التركية أددم مثلا دفعته أو مثلا يقال مثلا كارتلا أدما أولورمو مثلا هل يمكن أن أدفع بالكارت أدما الدفع بالكارت ممكن أدى بمعنى أدفع ويأتي لأن الفعال انتهى بصوتي نأتي بالنام مباشرة فيكون لصيغة المبني المجهول أي أن الفعالين غير معروفين هنا أدنير تدفع أو يدفع هنا تدفع ديونه تدفع الديون لو عليه ديون ممن أول شيء مصاريف الجنازة بعد ذلك تدفع الديون أردندن بعد ذلك أردندن بمعنى من بعد ذلك أردندن اجتبري اجت ثلاثة اجت في الثلاثة بير واحد في الثلاثة يعني الثلث اجتبير الثلث يجتبري هنا لصيغة ماذا؟ صيغة المفعول أش ماماك أش بمعنى التجاوز أو التخطي وهنا أش ماما هنا صيغة النفي ماما وماماك هنا المصدر عدم التخطي يعني يدفع هنا وبعد ذلك هنا عدم تخطي ماذا؟ عدم تخطي الثلث كايديلة كايديلة بمعنى بشرط هكذا كايد بمعنى شرط تأتي معنى القيد وتأتي معنى الشرط وهنا بمعنى بشرط ألا تتجاوز الثلث يعني بعد ذلك بشرط ألا يتجاوز الثلث ميرسطي وحن بشرط يعني إلى منهم خارج الثلث ميرسطي الوارث وعرف ميرسطي الوارث وهنا ميرسطي الوارث يعني إلى منهم خارج الثلث يونه بيتجاه أو نحوه يون بمعنى يونه يونه متواجه إلى منهم خارج الثلث ماذا؟ ي Meatir يونه جاوه اهنه دعنا هنا صيغة المبني للمجهول والزمن الواسع بمعنى تحضر وصيته هنا تحضر بمعنى مجازي أي تؤدى وتوفى يارينا إلى مكانها يعني بمعنى هذا معنى مجازي يارينا جاتري لير بمعنى تفعل كما طلب تفعل هكذا يعني أن نضع الشيء في محله فهنا أن نضع الوصية في مكانها أي أن نوفي بوصية الرجل وصية يارينا جاتري لير طبعا بشرط ماذا ألا تتجاوز الوصية الثلث من المال اجتبري أشممك قيديلة بمعنى هنا مجازي أن الوصية تعطى إلى من هم خارج الورثة بشرط ألا يتجاوز هذا المال أو الوصية ألا تتجاوز الثلث من المال بعدين هنا عندنا بعد جميع هذه الأشياء بولار بولار دانسون من بعد هذه الأشياء كلها إسا ماذا يكون ميراس الميراس بارس لرا ينتقل ينتقل الميراس إلى الورثة هنا الورثة اسمه بارس الوارث كما هو في اللغة العربية قيمة المسلمة ميراس تقسيم عندما يقسم الميراس تقسيم بمعنى التقسيم مع نفس اللغة العربية تقسيم 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 أدل هنا المبني للمجهول وهنا ربع ر لجميع زمان سورة كان بمعنى عندما يقسم الميراس هذا هو الاساس هذا هو الصحيح الاساس هيت كمسة مادور هذه المميسة الاساس لا الصغير ولا النساء بشكل خاص كدن لرا إلى النساء ميراس في المميسين يوني لك بمعنى المتوجه إلى النساء بعدم إعطاء الميراس في المميس عدم إعطاء فير أعطي فير يُعطى عدم إعطاء الميراس في المميسين عدم إعطاء الميراس إلى النساء هذه العادات والأعراف المتوجهة بعدم أو التي تقول والتي توجه الناس إلى عدم إعطاء النساء من الميراث هذه العادات ديني ميزا إلى ديننا جرى بحسب ديننا أضالة سيزلكتر يعني هي ظلم وليست عدالة وإنما مخالفة للعدالة وظلم باعتبار ديننا ديني ميزا جرى باعتبار ديننا هي مخالفة هذه العادات والتقاليد هي مخالفة لديننا ظلم در هي ظلم أصلا مشروع دييل در هي أبدا ليست مشروعة مشروع دييل در هي ليست مشروعة أبدا الله إلى الله وأنه اندرده قرانا إلى الله وإلى القرآن الذي أنزله إيمانا أن كل مسلم الذي يؤمن بالقرآن والله تعالى يجب أن يظهر يعني كل شخص مؤمن بالله وبما أنزل يجب أن يظهر أظهر جستر ملي بمعنى يجب أن يظهر سيغة ملي يجب أن ملي جستر ملي يجب أن يظهر رزا الرضا عن ماذا؟ الرضا إلى ماذا؟ أو عن ماذا؟ هنا رزا إلى أو عن بينة عن ماذا؟ عن نصيبه دشان الساقط أو المفروض هنا بمعنى الساقط ويبعنى مجازي أي المفروض له بمعنى يجب أن يرضى عن نصيبه من الميراث الذي قد فرض له لو كان يؤمن بالله تعالى وبما أنزل وإذا كنا Againstه sous nächتناه شخص الرزاwash والأخ Colorado سيغة ملي أزال يجب أن ملي يجب أن يحذر يجب أن يぇفر التحضير 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 تقل التحضير فهي أبقى من أن يأسكد ، لأنه أن يأسكد شيء وأن يأسكد من أن يأسكد من أن يأسكد سبقه والديه المحتوى لذلك و لهذا ربمز صداعية وإن كيبه التالGod يتعلق وهكذا هي مثل الله تعالى ربه التالgil هنا بعد بعد بان المتعلق بي الميرات متعلق ilgili هنا البيان الهيما المتعلق بي الميرات بعد ذلك التال ثان تال يتعلق يب له هنا هكذا şöyle Rabbimiz mirasla ilgili hükümleri beyan ettikten sonra bizleri şöyle uyarır بعد ayet miras تأتي هذه الآية من سورة النساء işte bu Allah'ın koyduğu sınırlarıdır هذه حدود الله تعالى الآية تلك حدود الله بعد ayet miras مباشرة تأتي هذه الآية تلك حدود الله كيم الله من إلى الله وبيغمبرنا وإلى النبي صلى الله عليه وسلم اطاعت ederse تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله اطاعت ederse هنا من أو إذا الله إليه إلى هذا الشخص içinden ırmaklar akan yani من داخلها ırmak بمعنى نهر ırmaklar بمعنى انهار أقان جارية أق بمعنى إجري بمعنى تستخدم للماء الجارية أقان أنهار جارية هنا içinde داخلها ابدي دائم kalacakları هنا صغط جاك ليس بمعنى المستقبل وإنما بمعنى صغط المستقبل الوصفي yani معنى أنها سيبقى فيها جنت سيبقى فيها أو جنت خالدين فيها هكذا kalacakları جنتleri صغار هنا معنى صغط بمعنى أدخل تأتي بمعنى الإدخال وتأتي بمعنى إدخال بقوة بشدة هنا معنى الإدخال صغار بمعنى صغط الأمر وصغط الجنش زمان يدخلهم الله جنات تلك حدود الله وميت الله ورسوله يدخله جنات هنا يدخله جنات ماذا؟ تجري من تحتها الأنها خالدين فيها هكذا بقوة بمعنى إدخال وَأَنُونَ كُوِدُوا سِنِرْلَرِ أَشَارْسَ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ هنا وَأَنُونَ كُوِدُوا سِنِرْلَرِ أَشَارْسَ هنا اش بمعنى مرات تخطي الحدود سنر بمعنى الحدود وَسِنِرْلَرْ جَمَعْ هنا سنر حد وَسِنِرْلَرْ حُدُود وَيَتَخَطَى هَذِي الحُدُودُ هنا مفعول به التي وضعها الله عز وجل ويتعدى حدوده وَاللَّهُ اَبَدِي قَلَجَا يَبْقَ فِيهَ دَائِمًا جَهَنَّمْ أَتَشِنَا سَقَرْ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَمِنْ اَجْبِهِ الْشَطِجِ الْشَطِجِ بِمعنى هنا مُذِلْ مُهِينَ بِرْعَذَابٌ مُهِينَ وَمَا يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينَ دَيَرْلِ مُؤْمِنَّرْ اَخِرْ مَقْتَعُ هنا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْعَيْزَةِ الْأَصْحَابِ الْقِيمَةِ مِرَاسٍ اِمَانَةٍ اَلْمِرَاسٍ كَوْنُهُ اَمَانَةٍ مِرَاسٍ وَكُلْ حَقْقِنِ اَرَاسِنْدَ إِنْجَ بِيرْسَنِرْ بُلُنْدُونُ وَنُطْمَ يَلَمْ لَا لِنَنْسَهُ وَنُطْ مَا لَا تَنْسَهُ وَنُطْمَ يَلَمْ لَا لِنَنْسَهُ أَنَّهُ نَاكَ مَكَانٍ وَحُدُودِ دَقِيقَةٍ بين حقوق العبد بين حق العبد والميراث وَأيضاً لَا نَنْسَهُ كَوْنَ الْمِيراثِ أيضاً أَمَانًا يعني أنه من حقوق العبد وأنه أيضاً أمانة هرس لَا رمضة إلى حرصنا وطمعنا هرس بمعنى الطمع هرس لَا رمضة إلى حرصنا يَنِلَرَك يَنِلَرَك فهنا يَنِلَرَك صغة هنا المبني المجهول وثم هنا عندنا الحال بمعنى هازمين أطمعنا هرس لَا رمضة يَنِلَرَك أُوْ صنر لَرُ وهذا أُوْ صنر أصلا تdideme يَّلِم لا لن الندخ لَا ننتهك بمعنى مجازitat الم المصدر هنا المضغ لا لننتهك هذه الحدود هذا أصلا تendre لا لننتهك هذه الحدود مراض عندما يكون الموضوع هو الميراث مرهمة المرحمة إنصاف الإنصاف عدالة العدالة ذي حقانية الدم برق ما يلم لا لنترك من أيدينا هذا معنى أيضا مجازي يعني معنى لا نترك الحقانية والعدالة والإنصاف والمرحمة والرحمة عندما يكون موضوعنا هو الميراث ميراث سوز كونسو أولوندا مرهمة إنصاف عدالة ذي حقانية الدم برق ما يلم هذه هي خطوتنا اليوم إن شاء الله تكون مفيدة لنا على الصعيد اللغة التركية وأيضا بشكل أغس على الصعيد المعنوي وعلى الصعيد الديني لأن الميراث بالفعل من المواضيع الحساسة التي ترى رجال الدين وترى أشخاص متعمقين في الدين وترهم في الموارث يظلمون النساء أو الصغار ويأكلون الحقوق ويجيزون لأنفسهم التهاوم في مثل هذه المواضيع فموضوع الميراث موضوع حساس ليس فقط في الخطبة الجمعة في كل الأماكن يجب أن تطرح هذه المسألة ويجب أن نعود دائما إلى حقوق التي فرضها الله عز وجل علينا في كتابه وكما فسرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعض الناس الآن تحوم حول هذا الموضوع وتؤثر على هذا الموضوع فتقول لك هكذا الأحكام وهذه أحكام وضعية وتتغير بالزمن فالأحكام كما هي واضحة كما هي في سورة النساء في القرآن الكريم وكما هي فسرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما وردتنا عن الصحابة الكرام وكما قسمت الفروض فننتبه لأن هناك من بعض الأشخاص الذين يلبسون حلة الدين ويحاولون أن يسدوا على الناس عقائدهم في مثل هذه المواضيع فننتبه إلى هذا الموضوع ونركز على موضوع أن الصغار والنساء نحافظهم على حقوقهم ونعطيهم الحقوق في البداية حتى في المقدمة لا نؤخر ذلك إلى الأخير كما هو بالنسبة إلى الرجل ذلك الأمر بالنسبة إلى المرأة طبعا كما فرضه الله عز وجل كما هو بمعنى بوقت واحد ولكن ليس بحصص متساوية وإنما كما فرضه الله عز وجل فمثلا للذكر مثل حظ الأنثيين آية واضحة لا تحتاج إلى الإنسان أن يلف ويدور ويذهب إلى مكان آخر ليحاول أن يلعب ويتلعب بهذه الآية وأيضا لا يحاول أن يتلعب بالدين كما شاء ليجعل هذا المال له فهذا المال الذي يأخذه زيادة يمحق البركة من الميراث فالميراث هو مال يأتي حلال صافي يعني مهما الأب كان قد فعل هذا لو كان غير صالح طبعا لو كان صالح المال حلال ذاتا ولكن لو كان الأب مهما فعل الورثة ليس لهم ذنب في ذلك فيصرهم المال حلال صافي فلا نفسر على أنفسنا هذا المال حلال ببعض الأمور البسيطة التي تقود الناس إلى سواء الخلاف العائلي والتي تقود الناس إلى الدخول في الحرام وإلا أن يأكل مال غيره ومال إخوته وبعد ذلك يغوص في الحرام فلا يستطيع أن يخرج فقال الله أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنه يستجاب له فعندما يدخل المال الحرام ويدخل القرش الحرام إلى جيب الرجل عند ذلك تنتهي حياته بالمعنى الحقيقي فلا يكون له حياة سعيدة أبدا وتذهب السعادة والبركة من الحياة طبعا عداء العقوبة الكبيرة التي خبأها الله له عندما قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يقيمون حدوده فيحفظونها ويحافظون عليها وأن يجعلنا من الذين ينشرون دينه ويحافظون عليه كما هو إخوتي وأحبائي أصدقائي لا تنسوني من دعائكم في هذا اليوم المبارك في هذه الليلة الفضيلة أحبكم في الله انتظرونا ستكون دروس اللغة التركية إن شاء الله بشكل أكثر في الأيام القادمة أطلب منكم أن تدعوا لي كثيرا من أجل بركة الوقت شكرا لكم لحسن استماعكم إلى اللقاء مع درس آخر من دروس تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيم سلسلة خطب الجمعة التركية ترجمة نانسي قنقر